اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ده اللي بتتكلم عنه رسالة كرونسوس الاولى في الجزء اللي بندرسه النهاردة في برنامجنا فاحسين الكتب ابقى معنا في جلستنا الحوارية ايتجاصر منكم احد له دعوى على اخر ان يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين الستم تعلمون ان القديسين سيدينون العالم فان كان العالم يدان بكم افأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى الستم تعلمون اننا سندين ملائكة فبالاولى امور هذه الحياة عرفنا قبل كده ان تأسيم رسالة كرونسوس الاولى ممكن ينقسم لقسمين الاصحات من واحد لستة الرسول فيها يعالج مشاكل واشياء سمع عنها من اهل خلوي اما في الاصحات من سبعة الى ستاشر هو يجيب على اسئلة وردت اليه من مؤمنين كرونسوس سبب الاصحات اللي فاتت ان الرسول لعالج مشكلة الانقسام والانشقاقات في وسط كنيسة كرونسوس فالصح خمسة عالج المشكلة الكبيرة المرتبطة بخطية الزنا الاخ مع امرأة ابيه هنا فالصح ستة بيبتدأ يعالج مشكلة اخرى قد تكون هذه المشكلة اقل خطورة من قضية الزنا فالصح خمسة لكن على ما يبدو انها اكثر انتشارا لان بيقول لنا في عدد سبعة في الصح ستة فالان فيكم عيب مطلقا يبدو انها منتشرة كانت بين مؤمنين كرونسوس وهي التقاضي عند الظالمين كان على ما يبدو بينهم خلافات على امور ارضية تفة اذا كان اموال او عقار او بيوت او ميراث فبدل من ان تحل هذه الامور في الاطار الكنسي كانوا بيلجأوا طبعا ده شيء مش مزبوط الى المحاكم العالمية التقاضي عند الظالمين كده يبدأ في عدد واحد ويقول ايتا جاسر منكم احد واعتقد جميلة ومعبرة كلمة ايتا جاسر لانه بيرتكب هذا الاخ شيء لا يليق باسم الرب وحضوره في وسط شعبه ولا يليق ايضا بالقديسين ومقامهم السماوي ودعوتهم السماوية وكأنه عندما يتقاضى عند الظالمين كأنه يعلن ان مفيش في وسط الجماعة من يمتلك الاهلية ليحكم في هذه الامور البسيطة على اننا سنفهم في الايات التالية ان القديسين مؤهلين لا ان يحكموا في الاشياء البسيطة لانهم مستقبلا سيدين ملائكة وسيدينون العالم فكيف يكون القديسين اللي مستقبلا هيدينوا الملائكة ويدينوا العالم ألا يكونوا مؤهلين ان يحكموا في هذه الامور البسيطة من العار ان تكون في وسط كنيسة الله النجاسة والظلم في اصحى خمسة كان فيه نجاسة في اصحى ستة فيه ظلم ومحاكم الأخ يحاكم أخاه عند الظالمين فالكنيسة بتقوم بدور المحكمة والرب حاضر في الوسط لحل المشاكل ما بين الاخوة في ذات الاجتماع الواحد باعتبرهم أعضاء جسد ومزودين بفطنة روحية وخبرة روحية وعشان كده كان المفروض انه هما مع بعض الروحيين يحكموا زي مع شوفنا في اصحى اتنين ان الروحي يحكم في كل شيء فاذا كانت مسألة بسيطة ما بين اخين وخلاف بسيط ما بين اخين هذا لا يليق اطلاقا بقديسي؟ اذا عملنا مخنى بين اصحى خمسة وستة لم يتحركوا لم ينزعجوا عندما حدثت خطيئة ضد الرب لكنهم انزعجوا بشدة وتحركوا والمحاكم اشتغلت لما ظلم على امور تافهة ده بيورينا الانسان افتكر بنشوف نفس المأساة في سفر القضاة الاصحات الاخيرة حدثت وثنية بشعة في سفر القضاة بدءا من اصح 17 ولم يتحرك احد وكأن شيئا لم يكن وبعدين حصل تعدي على واحد منهم واعتدوا على سرياته والراجل اطحت نشر حتة وبعدها والدنيا قامت وكاد يفنى صبت من اسرائيل ده بيورينا ان امور ربنا احيانا كتيرا بتبقى رخيصة عند المؤمنين لكن امورنا نكبرها ينبغي العكس ان امور ربنا هي اللي يعني ده بنشوف الفضيلة دي في موسى كانش يستحمل اي حاجة ضد الرب ولما يتكلم يحصل كلام ضده هو شخصيا اما الرجل موسى فكان حليما اكثر جد من جميع الرجال الذين على كل واقع الارض امور المؤمن ممكن مش بس ما يظلمش طبعا المؤمن ما يظلمش لكن مفروض انه يقبل الظلم يحتمل الظلم المسيح ظلم اما هو فتذل تاركا لنا مثالا لما بيكلمنا انه تظلم يقول تاركا لنا مثالا فما فيش غريبة انه اتظلم لكن هنا في ناس ظلمت وفي ناس تانية ما قابلتش ظلمين الغلطان في الحال اتنين غلطانين اللي ظلم غلطان لانه ظلم واللي ما قابلش الظلم غلطان لانه لم يحتمل الظلم اه في المثال في الاية اللي حدثة قلتها انه تاركا لنا مثالا يختم بحاجة احب الفة نظر ليه عشان منشعرش ان قبول الظلم ضعفه بس لا كان يسلم لمن يقضي بعد انا عندي مشكلة ان انا ممكن ابالغ او اقلل او لا اكون عادل طب وليه احمل نفسي يعني هذا الامر السيء ان انا اكون ظالم انا كمان اجي ارد الظلم عن نفسي فاظلم حد تاني لا فيه واحد عنده استعداد وحساباته مضبوطة 100% هو اللي بيقضي بعد تعجبني الاية الحلوة في مصمون 103 الرب مجر العدل والقضاء لجميع الملطمين حتى المثل البشري بيقول بات مظلوم وما تباتش ظالم وهذه حكمة يعني افضل جدا انك تظلم بس ما تديش فرصة للشيطان عشان ما كبرهاش في دماغك لكن ما تباتش ابدا وانت ظالم خطر خطر بات مظلوم وخد روحك نحية الرب بالظلم ولا باتش ظالم لانك مش هتقدر تروح نحية الرب لما بيقول يحاكم عند الظالمين طبعا هذا باعتبار على ان العالم كله يعتبر عالم ظلم زي بالظبم يعتبر المال اللي في العالم كمان مال ظلم بحسب ما يصف الرب في إنجلوة سليمان وصف هذا العالم مع ان كانت فترة ملكه من ازهى العصور فإذا رأيت ظلم الفقير ونزع الحق من البلاد فلا ترتع من الأمر مظمور 82 بيتكلم عن هذا الأمر حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار دول القضاة وعشان كده هنا الكتاب لأنه بيتكلم من الآخر مش مستني مقدمة ومؤخرة يقول بتتحكم عند الظالمين مين الظالمين دول اللي مغنين عينهم ويقولك العدل أساسي بقولك اه شعار كده لكن دول في نظر الكتاب دول الظالمين الظالمين لأنه سمت العالم أنه ليس خوف الله البتة في هذا الموضع طابع العالم لا يخاف الله وبالتالي الظلم بيسود هو قد الظلم مش كان كده لا يخاف الله ولا يهب إنسان ولا يهب إنسان واحدة ستة أرمالاء مهيضة الجناح تعمله إيه فولا سأل فيها بس عرف تاخد حقها من اللجاجة لكن الرجل مفتري قضي ظلم والرب فعلا في مزمور 82 يقولهم اقضوا للذليل واليتيم أنصفوا المسكين والبائس نجوا المسكين والفقير بس هم عملوا العكس صحقوا المسكين أصحح مقسوم نصين بيتكلم عن قضيتين قضية المحاكم بين المؤمنين وقضية الزنة أو الفساد الأدبي بعد كده في الأصحح في ست مرات بيقولهم ألاستم تعلمون تلاتة عن القضية الأولى تلاتة عن القضية التانية وكأنه عايز يقول إن أساس تصحيح السلوك هو أن نتعلم الحق بطريقة صحيحة الحق يقود إلى حياة تقوية بكل تأكيد إذا حبيت أعمل مقنمة بين ختام الصح 5 وبداية الصح 6 أقول بالنسبة للذين من داخل الآن نحن ندين الذين من داخل وعن قريب سوف ندين ملائكة وسندين العالم الذين من خارج نحن لا ندينهم ولا نقبل أنهم يدينوننا فنحن لا نذهب إلى الظالمين ونحط قضيتنا قدامهم لا الكنيسة أبسط أخ ممكن يصلح في هذه المسائل وإلا فإني سأقبل الظلم والرب قادر يرجع لحق مضاعف نقرأ عن المسيح باعتباره الديان كابن الإنسان لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينون للإبن وإحنا كمؤمنين بارتبطنا بالمسيح الديان لنا الحق أن ندين من خلاله علشان كده لما بيتكلم الكتاب هنا عن أننا سندين ملائكة وطبعا هنا أصد الملائكة الأشرار يعني أعتقد أن في مواضع في كلمة الله بتتكلم عن دينونة الملائكة الأشرار مثلا في بطرس التانية اتنين عدد أربعة لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وأسلامهم محروسين للقضاء أيضا في رسالة يهوزا عدد ستة يقول والملائكة الذين لم يحفظوا رئيساتهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلال فمن خلال المسيح ابن الإنسان بارتبطنا به هندين ملائكة وهندين كمان العالم بحسب رؤية عشرين رأيتوا عروشا جلسوا عليها وأعطوا حكما جميل أن المؤمن مش بس لا يأتي إلى دينونة لكن هو معين مع المسيح أنه يدين الملائكة ويدين العالم فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة فأجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاء لتخجي لكم أقول أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته لكن الأخ يحاكم الأخ وذلك عند غير المؤمنين فالآن فيكم عيب مطلق لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض لماذا لا تظلمون بالحري لماذا لا تسلبون بالحري لكن أنتم تظلمون وتسلبون وذلك للإخوة في عدد أربعة بيقول فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة فأجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاءة لتخجي لكم أقول أليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته عايز يقول أن المسائل اللي الإخوة دول مختلفين عليها مسائل مادية أرضية بسيطة كنيسة الله بتتناول أمور أعظم من كده أمور سماوية مش أرضية أبدية مش وقتية لأن لينا امتيازات وميراث سماوي فالأرضيات ما هياش الشغل الشاغل بتاعنا لكن على أي حال لو حصل اختلاف ومن شاءوا الطمع بكل أسف وبكل حزن بين القدسين نكون وصيهم مطامع ده اللي بيعمل الحساسية وده كل واحد متمسك بممتلكاته وعايز حتى لو هترسي أنه يظلم أخوه ودي روح جسدية بحتة برضي جزء من الجزدانية اللي كانوا فيها إخوة كورونسوس عايز يقول لهم أنه أصغر أخ فيكم يستطيع أنه يحكم في هذه المسائل بفطنة روحية وبتمييز روحي بحكمة من الله مفيش وسطكم ولا واحد حكيم أنتوا كنيسة كبيرة بهذا الحجم وعددكم كبير جدا بالشكل ده وعندكم مواهب كتيرة جدا متنوعة مفكمش واحد حكيم يقضي بين الإخوة تضطروا تروحوا أنتوا إلى قاضي من قضاة العالم الظالمين ده ببساطة اللي هو عايز يقوله يعقوب واحد خمسة افرض أنه مفيش بيننا حكيم طب زي بعضه من تعوزوا هول حكمة فليطلب ما ما ينفعش تكون أنتوا كلكم ولا واحد حكيم ضعار في الكنيسة يعنيه ولا واحد ومن أنتوا بتعبدوا إزاي وانتوا بتصلوا إزاي وانتوا قريبين من الرب إزاي ما تعلمتوش حكمة طب اطلبوا اطلبوا من الله الذي يعطي الحكمة النازلة من فوق وده اللي هيحل المشاكل ما بين القدسين الآية 6 كلام مؤثر للغاية طبعا لما بيقول لكن الأخ يحاكم الأخ طبعا لما بيستخدم كلمة الأخ هنا مرتين قدي مؤثرة لأننا عائلة واحدة في مكان آخر يقول أخوك الذي مات المسيح لأجليه فلما يوقف اتنين إخوة من عائلة الله يحاكموا عند الظالمين وبالبلد ينشر الغسيل القذر والأخ يبرق نفسه على حساب الآخر ويكذب أخاه أليس هذا التشويه للشهادة؟ بالتأكيد تشويه للشهادة وإهانة للإسم الحسن الذي دعي عليه وعشان كده دون الأولى ودون الثانية دون الحاجة إلى الأولى إننا نجيب المحتقرين فيجلسوا في الكنيسة قضاء ودون الحاجة إلى أن نذهب نحن إلى الظالمين لنحاكم مش محتاج إلا لديه ولا لديه المسألة أسهل من كده بيقول هلنا في عدد سبع فالآن فيكم عيب مطلقا إيه هو عندكم محاكمات بعضكم لماذا لا تظلمون بالحري لماذا لا تسلبون بالحري جميل في العبرانيين يقول قبلتم سلب أموالكم لفرح عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا يعني مش محتاجة للموضوع لضجة كبيرة لكن مين فينا إبراهيم ومين فينا لوط ما طول ما احنا اللي اتنين لوط هنمسك في بعض يعني واحد قال لما اتنين إبراهيم ده ما فيش فيش مشاكل أصلا فيش مشاكل أصلا لو واحد إبراهيم واحد لوط برضو ما فيش مشاكل المشكلة هتعدي المشكلة هتعدي لأن حتى لو حصل إبراهيم قال له يا عم السم مختار لكن المشكلة بقى لما يكون لوط ونوط حقيقة بطرس يقول هذا فضل إن كان أحد من نحو ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم كأنه بيعاتبهم أو بيوبخهم ويخجلهم أنه ليس بينكم حكيم ويقدر أن يقضي بين إخوته كما لو كان ما فيش حكمة أو عدالة في الدائرة اللي بيسكن فيها الله وسط كنيسة الله ما فيش عدالة وما فيش حكمة تروحوا عند الناس اللي بره هم اللي عندهم العدالة وهم اللي عندهم الحكمة عار إن يكون في كنيسة الله ما فيش ولا واحد يحكم بالعدل لما بيقول لماذا لا تظلمون بالحري لماذا لا تظلمون بالحري أعز بس أوضحها في قراءة تانية عش تبقى أوضح للمشاهد وبيقول أما كان بالأحرى أنكم تحتملوا الظلم وأحرى بكم أن تتقبلوا السلم مش ده أفضل احتمال الظلم صعب بس مفيد مفيد في حاجات كثيرة جدا أولا بيجبني في صف الرب الذي ظلمه أما هو فتزلت وبأحظى بكل يعني إنجاز التعبير شركة معاه في هذا المجال حاسس بي وبتكلم معايا من خلال القصة دي لكن سنين كمان درس من الدروس اللي بتعلم إماتة الذات والحكم على الذات يعني أنا طول ما أنا حقي حقي عايز ولازم ما بدش مغير حقي والحاجات دي كلها أنا بعظم في ذاتي وبالتالي اللي بيجري بالطريقة دي وراء حقوقه وراءها على طول يجري بقى اللي بيجري اللي مش حقوقه لأنه بيقول لهم أنتم معندوش كده لي لكن لكم أنتم تظلمون وتسلبون حتى إخواتكم فاللي ميرضاش بالظلم دايما وفي حاجات في ضرورة نحن نعمل فيها كده لكن لكن اللي معندوش المبدأ دوت خالص تكون نتيجة أنه بعد كده هو حق حق بعد كده اللي مش حق كمان عندي السادنا نأخده الصعيد عندهم مثل يقول لك يا واكل ناسك واكل ناسك يعني يعني حتى قريبك أنت واكل حقهم هنا بيسلب الإخوة لا دا نعرف حاجة بقى مصيبة أكتر في ملاخي ثلاثة بيسلب ربنا يا ربي في ناس تسلب ربنا طب دا مجنون دا ولا عائل أنا أعتقد أنه مجنون واحد يسلب ربنا يعني أنت برايح مش لاقي غير وزير الدخلية تسرق بيته يا عمي طب شوف لك أي حد غلبان تسلب ربنا بيبيعوا المبادئ وبيبيعوا الأخلاقيات المسيحية والصفات المسيحية اللي هي أساس الشهادة دا أنتم عايشين هنا عشان تبقوا شهادة للمسيح يضحوا بدا وما يضحوش بممتلكتهم المادية الرخيصة الحقيقة بالرجوع لإبراهيم اللي حضرتك تفضلت وأشرت إليه إبراهيم ولوت إبراهيم كان حريص جدا على الشهادة ولما خاط تجربة أنه نزل إلى مصر وحس أن الشيطان كان عايز يحطم الشهادة أول ما رجع رجع إلى نفس المكان إلى مكان المسبح ودعا بإسم الرب واستعاد الشهادة حصلت مشكلة من جوة بقى مش من برا العالم يحطم الشهادة لكن الخصومات بين الإخوة برضو هتحطم الشهادة إبراهيم الفطن كان شايف من بعيد الخطر على الشهادة نحن أخوان لكن يعنيين حوالين ما ينفعش إطلاقا أنهم يشوفوا فينا الإنشقاقات والمخصمات والصراعات على أمور مادية نحن سماويين يعني حتى لو واحد من أجل الشهادة ضحى وخسر يمض البصر إلى كرسي المسيح ممكن الرب يعوضني هنا ويا ما بيحصل فعلا الرب بيشوف وبيقدر وبيعوض بطريقة لا تخطر على البال لكن حتى لو ضحيت وأنا مش منتظر تعويض هنا أنا متأكد تمام إن ده سجل فيه سجلات السماء وأمام كرسي المسيح هتكون المكافأة والمدح هناك بس ده عايزة نظرة إيمان مش النظرة الأرضية العالمية يعني زي ما البشر بيفكروا بيحكموا بيقيموا إحنا ناس سماويين وبالإيمان نسلك لا بالعيان بنمسك بالأمور التي لا ترى التي لا ترى أبدية أما التي ترى وقتية ده مش كلام نظري بس بالأسف قليلين جداً اللي هم عايشين على أرض الواقع معظم حتى المؤمنين حالياً يفتكرون في الأرضيات وسلوكياتهم كلها يكلموا عن الأرضيات اللي فرحهم أمور أرضية اللي زعلهم أمور أرضية لكن ما يحسش بحزن إن في خسارة روحية أو إن المسيح شو أخذ مكانه الصحيح لأن مؤمنين كورنسوس كما فهمنا من أصح ثلاثة أطفال فواضح من الأصحات الستة الأولى كثير من دلائل الطفولة الروحية اللي منها مثلاً الانشقاقات والخصومات ولي منها في هذا الأصحاح التمسك بالأمور الوقتية الدنيوية البسيطة الأمور المادية وعدم تقبل فكرة الظلم حتى من إخواته على العكس تماماً عندما يكون المؤمن ناضج ورجل شاركة مع الله يتقبل بكل بساطة احتمال الظلم مثلاً يوسف اللي أكتر من مرة يتكلم عنه الكتاب أنه رجل تحمل الكثير من المظالم هنا أيضاً لم أعمل ظلماً حتى وضعوني في السجن لكن تقبل المظالم بصدر الرحم لأنها هنا رحلتنا قصيرة وإحنا سائحين غرباء قاصدين نحو السماء بنتعايش مع الأوضاع المؤقتة أنا مش من هنا وبالتالي مش هبص على حقوقي هنا هتعايش مع الأوضاع المؤقتة وأغني في حياتي عالماً أني غريب ذاكراً أنك ربي سوف تأتي عن قريب الظلم تعطينا طبيعة جديدة تحب البر وتريد أن تفعله إذن فبلا شك كل من ولد من الله سيصبح كارهاً للظلم بكل أشكاله والمؤكد أنه سيرتعد من فكرة أن يكون هو ظالماً لأي من إخوته هذا ما جعل لهجة بولوس شديدة في كلامه مع أهل كورينثوس الذين كانوا سيظلمون بعضهم بعضاً ويحاكمون بعضهم البعض كما يفعل أهل العالم الذين لم يعرفوا المسيح مخلصاً ثم يختم بهذا التصريح الخطير أن الظالمين لن يرثوا ملاكوت الله أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله لا تضل لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعوا ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله وهكذا كان أناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا في عدد تسعة بيقول أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله بالمناسبة احنا فهمنا أن الأصحاح ده مقصوم نصين من واحد ل 11 ومن 12 لآخر الأصحاح وفي كل قسم بتتكرر كلمة أم لستم تعلمون ثلاث مرات في القسم الأولاني عدد اتنين ألستم تعلمون أن القديسين سادينون العالم عدد ثلاث ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة عدد تسعة أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله عارفين بس يظهر أنهم نسين وبوليس بيفكرهم في القسم التاني برضو بتتكرر ثلاث مرات عدد خمستاشر ألستم تعلمون أن أكسادكم هي أعضاء المسيح عدد ستاشر أم لستم تعلمون أن من التسق بزانية هو جسد واحد ثم عدد تسعتاشر أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم يبقى إذن ست مرات لستم تعلمون اللي بيقولوا هنا أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله الله مش هيقف في ظف الظالم على الإطلاق الظالمون لا يرثون ملكوت الله تظلم أخوك هنا وتخسر أبديتك هناك يبقى أنت الخسران في النهاية وبعدين بيقول لا تضلوا كلمة بتتكرر كتير في كلام الروح القدس مع المؤمنين وكأن المؤمن ممكن يضل لا تضلوا فإن المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيد لا تضلوا يا إخوة الأحبة كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عندي أبي الأنوار لا تضلوا فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا يبقى إذن ممكن أن نحن ننحرف ونضل وبعدين يجب لنا قائمة بشعة من الخطايا بنسميها البورس العشرة ما هو في عشر رجال بورس وربنا شفاهم فهنا لا زنات ولا عبدت أوثان ولا فاسقون ولا مأبنون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون عشر خطايا بشعة هؤلاء لا يرثون ملكوت الله لكن روعة روعة إنقاذ الله لنا هكذا كان أناس منكم حط القائمة البشعة دي اللي النهاردة بعد التحرريين بيعتبروها مش خطايا بيعتبروها مرض زي أي مرض يعني الشزوز ده ما فيش مشكلة لكن هنا بيقولك دول ما يرثوش ملكوت الله ده لو كان شيء طبيعي فكيف لا يرثون ملكوت الله وإلا الله يبقى ظالم ده إذا كان الله ما بيقبلش الظلم يبقى هو ظالم يا لشر هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم لكي يوجهوا دفة الإيمان المسيحي وحاش لهم كلمة الله تثبت إلى الأبد وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت عشان كده هكذا كان أناس منكم لكن روعة الإنجيل إنها بتغير مش بس إنك بتقولك ده حرام وده حلال وما بتدكش قوة ما ده النموس عمل كده النموس قال اللي ما تعملش وما تدنيش قوة النموس قال لي امشي وما تدنيش رجلين النعمة قالت لي طير ودتني جناحين وعشان كده ما أبعد الفرق بين النموس والنعمة هكذا كان أناس منكم لكن اختسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا المسيح عمل لأجلنا والروح قدس عمل فينا لأن الخطايا البشعة التي تنتج من الطبيعة الفاسدة ما أكثرها علشان كده في العهد الجديد نقرأ عن أكثر من أصحاح يقدم قائمة لخطايا بشعة ورمية واحد بيقدم لنا قائمة لخطايا بشعة كثيرة كورنسوس الأولى ستة أيضا ورؤية واحد وعشرين تمانية بيتقدم لنا مجموعة من الخطايا البغيضة التي ينتجها أو تنتجها الطبيعة الفاسدة الردية لكن الجميل كما أشرت أخي يوسف لما بقول في عدد 11 وهكذا كان أناس منكم معقول في ناس كان عندها خطايا من اللستة اللي فاتت وخلصت أيوة على سبيل المثال يعني لما بيتكلم عن الظالمين في حد ظلم وخلص مش زكة بقول إن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف طيب لو تكلمنا عن الزنات عندنا في كلمة الله أكثر من مثال على زنات خلصتهم النعمة على سبيل المثال السامرية كان لك خمسة أزواك والذي لك الآن ليس هو زوجك طيب لو تكلمنا عن مثلا عبد الأوثان هل في عينات في كلمة الله لعبد الأوثان خلصهم؟ نعم مؤمنين تسألونيك؟ كيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي وعلى سبيل المثال أيضا الصارقون هل في صارقون خلصاتهم نعمة الله؟ طبعا عندنا مثال في رسالة فيليمون أنسيموس الصارق اللي أصبح أخ وأصبح خادم واللص على الصليب واللص على الصليب صحيح العشر لسم وعشرة ديت فيهم خمسة ناس بتعتبرهم كبار وخمسة ناس تعتبرهم صغار خمسة الأولين كل ناس ولا وحشين والحقيقة دول منبعهم الدوران في فلك وسن يعني كلهم تلخصوا بكلمة عبادة الأوثان لأن حتى الزنا والشزوز والحاجات دي دولهم نوع من الأوثان عبادة لأنه بتبقى نوع من ارتباط ووثيق يعني في قصة دي لكن أنا هنبني من الخمسة التانيين اللي هما الناس بتستألوهم دول بتكلموا عن مبادئ عند الإنسان فالصارق يستحل ما ليس له ما عندوش مبدأ يعرفوا اللي روحه مش بتاعتك ليس لك لازم لوح يتعلم المبدأ دول إذا ما تعلموش هيبقى ظالم زي ما يكون من التكلمة شوية طمع الله بيديله مش مكفيه كأن الله ما كانش عنده حق أنه يعمل كده هو عايز أكتر وأكتر السكير والشتام دول الدخول في التفاصيل اللي اتنين ما عندهمش ضبط نفس واحد مستعبد للخمر واحد مستعبد للسانه على رأي فيه واحد ايروسايد قال جملة جميلة اللي يقولك ما قدرتش أطبط لساني فطلعت الكلمة بكرة تقول ما قدرتش أطبط البندقية فطلعت رصاصة فهما الاتنين بيتكلموا عن ضبط النفس الواحد ما عرفش يضبط نفسه في هذه الأمور ولا خطفون الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة عنده طب دي هتأذي يعني ممكن لما بتخطف الخطف ده فيه نعم الأزية للآخر نفسيا أو جسمانية حتى فده يري واحد كل أموره بيدور حوالين لفسه النتيجة أنه طماع ونتيجة أنه مش ديه الحاجات اللي ممكن تخش القائمة لكن نشكر رب أنه أي واحد من المشاهدين ممكن يكون لي نصيب لو عنده نفس الصفات دي لكن ممكن يكون لي نصيب في الآية 11 أن يكون كان ثم أصبح بمعرفة المسيح الخطايا دي تنقسم إلى أفعال وأقوال وكلهما له دينون ففي رسالة يهوز عدد 14 يقول لنا عن أخ نوخ الذي تنبأ وهو السادع من آدم عن هؤلاء تنبأ أخ نوخ قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات قدسي ليصنع دينون ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وجميع الكلمات الصعبة التي ناطق بها عليه خطاط فجار فسيحضر كل عمل إلى الدينون وكل كلمة بطالة سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين والذي قال لا تقتل وقال لا تزني قال لا تسرق ولا تشهد بالزور الفكرة أن الخطيئة موجهة ضد الله ذاته مش بما قيسنا إحنا البشرية أو مدى الضرر إلا هيلحق صحيح في بعض الخطايا زي ما نشوف الجزء الثاني من الأصحاح خطيئة الزنا يعني الكتاب فعلا يحذر منها تحذيرات رهيبة في العهدين إنما الخطيئة هي خطيئة ويتحطوا جنبه بعض الشتام مع الزاني مع السارخ مع عابد الوسط حلو العلاج يعني كويس إن احنا نتأمل في البورس العشرة دول أو الخطايا العشرة لكن جميل برضو هكذا كان أناس منكم كان فعل ماضي اتغيرتم وشكرا لله المسيحية ليست عقيدة أعتقد بكذا وأؤمن بكذا المسيحية حياة بتديني حياة جديدة وإن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة هكذا كان أناس منكم لكن أول حاجة اختسلتم بالبلد انضفتم في الحاجة كنا في صورة بس لما عرفنا المسيح نضفنا ناس كتيرة فعلا لما اتعرفوا على المسيح مش كمعتقد لكن لما دخل قلبهم نطفوا نطفوا من كل النوع لسانهم نضف نظراتهم نطفت اختسلتم بل تقدستم بل تبررتم باعتبارها ذنب فاحتاجوا تبرير باعتبارها نجاسة احتاجوا إلى غسل بل تبررتم باسم الرب يسوع بيروحي إلى هنا هذا هو العلاج العظيم الذي عمله الله معنا البعض بيفتكر أن التبرير خطوة أولى والتقديس يأتي كمرحلة متأخرة بس هنا بيبتدي تقدستم بل تبررتم الاتنين أخدناهم لحظة التغيير لما أمننا بالمسيح الغسل غسل الميلاد الثاني والتبرير تبررنا بنعمته والتقديس لأنه قدسنا بدمي نفسه الاختسال أولا ثم التقديس دي بتفكرنا باللي بيحصل في تقديس الكهنة في سفر اللويين يغسل الكاهن أولا يختسل وبعد أن يختسل يوضع الدم على شحمة الأزن اليمنى وإبهام اليد اليمنى وإبهام الرجل اليمنى وفوق الدم يوضع أيضا الزي بعد أن حدث معنا غسل الميلاد الثاني تم بالتأكيد التقديس ثم التبرير الناس بتحب الرب مع مجموعة من المؤمنين بكلمة الله بأفكار لأن أنا بقيت هيكل للروح القدس كل مقبل حقيقي كده اختشي دي مرة أفراج سنقدرش قولها لكتر من كده لأن ده مالك هيظلوا هم اتنين ده لي روح وده لي روح ده لي جسد وده لي جسد هم التصخوا قال هنري مارتن المرسل الإنجليزي للهند ولإيران قال الكتاب المقدس يشبه قصرا بناه كثيرون لكن الذي وضع تصميمه شخص واحد هل تشتهي أن تدخل إلى هذا القصر وتجوب فيه وتعرف ما فيه من كنوز بمعنى هل تشتهي أن تدخل إلى كلمة الله المليئة بالجواهر والدرك والكنوز لكي تكتشف ما فيها من غنى لا يستغصى في هذا الكتاب العظيم لذلك ندعو إلى هذا البرنامج فاحصين الكتب الذي فيه ندرس الكتاب المقدس دراسة موضوعية جزءا جزءا من كلمة الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر